يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهار دا وكل سنة وانتوا طيبين خلاص العيد قرب وهنعمل مع بعض شوية قرائش بالعجوة ومنين سايدة علشان نرفطر الصبح المقادير اللي هنستعملها بسيطة جدا والطريقة كمان سهلة قوي يعني حتى لو كنتوا اول مرة تعملوا النوع ده من المعجنات هتطلع نكحة ومظبوطة جدا معاكم يلا بينا على طول نبدأ ونشوفها نعملها ازاي مع بعض بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير في وصفة النهار دا هنحتاج كيلو دقيق ده دقيق فاخر متعدد الاغراض بس لو حابين تجربوا في كمية اقل فتقدروا تستعملوا نصف كمية الدقيق دي بس وطبعا هنقسم كل المقادير البقية على اثنين انا عموما هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف لو حابين تعملوا الكمية الكبيرة او كمية صغيرة تجربوا فيها هنحتاج كمان 450 جرام سمنة تقريبا بيكونوا كبايتين ونصف وبندوب السمنة بالشكل دا و بنخليها سهلة تماما بس مش بنسخنها خالص علشان لو كان السخنة اوي هتبوز الخميرة بتاعتنا عندي كمان معلقتين كبار من السمسم المحمص ومعلقتين كبار من السكر وبالنسبة للسوائل اللي هنعجم بيها فهنخلط بين الحليب والمية هستعمل كباية من الحليب ونصف كباية من المية طبعا بيكونوا دافين يعني مش بردين اوي ومش سخنين اوي اقدر استحمل حرارتهم بايدي هحتاج كمان معلقة كبيرة من الخميرة الجفة ونصف معلقة صغيرة من الملح واخر حاجة هنحتاج معلقة صغيرة من البيكينج باودر بحط الديق بتاعي في طبق عميق وبيكون منخول وهنضيف عليه كل المكونات الجفة اللي هي السكر والسمسم والملح والخميرة والبيكينج باودر ممكن تنخلوهم مع بعض مع ده السمسم طبعا بس انا هخلطهم كويس مع بعض بالشكل ده بعد كده هنضيف السمنة وزي ما قلتلكم بتكون سايلة ودايبة تماما لكنيش بتكون سخنة خالص وطبعا تقدروا تستعملوا اي نوع سمنة تفضلوه سواء سمنة بلدي او سمنة نباتي او حتى تخلطو بين النوعين وبنبدأ نقلب الدقيق مع السمنة بادينا بالشكل ده بنخلي الدقيق يتغلف كويس جدا بالسمنة بالضبط زي ما بنعمل الكحك بتاع العيد كل ما نبس الدقيق كويس مع السمنة كل ما القرقش هتطلع دايبة ومزبوطة معاكو ما تتصرعوش ابدا في الخطوة دي كمية السمنة اللي استعملناها دي مناسبة جدا والقرقش هتطلع معاكو دايبة وقوامها حلوة قوي بس لو بتحبوها تكون خشنة شوية يبقى هنستعمل 400 جرام سمنة بس كمان لو بتحبوا القرقش تكون دايبة زيادة يبقى هنخليهم 500 جرام سمنة بس زي ما قلتلكم المائدير دي هتطلع القرقش مزبوطة جدا بعد كده هنضيف السوائل اللي هي الحليب والمية تقدروا كمان تعملوها بحليب بس أو بمية بس أو تخلطوا بينهم زي ما أنا عاملة كده المهم يكون مجموع السوائل كوباية ونص وطبعا زي ما قلتلكم لازم تكون دافية شوية مش باردة او وبنبدأ نعجنهم بأيدينا بالطريقة دي يدوب بس لحد الدقيق ما يتشرب السوائل مش هنعجن كتير لأننا مش بنعمل عيش ومش عايدين للقرقش تطلع نشفى معانا كمان لو حابين تقدروا تستبدلوا السمسم باليانسون أو الشمر هتحمصوا معلقة كبيرة وهضيفوها للدقيق زي ما قلتلكم مهم جدا ما نعجنش كتير يعني أول ما الدقيق يتشرب السوائل ويبقى بالشكل ده هنوقف تقليب على طول المأدير دي مظبوطة جدا والعجينة هتطلع مظبوطة معاكم شايفين هو ده قوام العجينة اللي احنا عايزين نوصله بتكون نعمة وطرية بالشكل ده هنغطيها بفوطة او بالبلاستيك وهنسيبها ترتاح من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير لحد ما نحضر حشوة التمر عندي هنا 500 جرام من التمر المفروم او العجوة وهتلاقوا متوفر في كل السوبر ماركت او عند العطار وهمضيف عليه معلقة كبيرة من السمنة كمان بكون مدوباها ونص معلقة صغيرة من الفانيليا وهنبدأ نعجينها كويس لحد قوامها ما يبقى طري وناعم معنا ونقدر نستعمله ونحش بيه القرس او القليش باخد منها قطعة صغيرة وهبدأ اشكلها بالطريقة دي هعمل منها زي استوانة كده او صوابع طويلة وبخليها بصمك متوسط يعني مش تخينة اوي ومش رفيع اوي اعتقد الحجم ده وناسب جدا بعد كده هنبدأ نفرد العجينة علشان نعمل اول شكل اللي هو بيكون صوابع كده زي البسكوت بناخد قطعة مناسبة من العجينة وبنفردها بالطريقة دي ونحاول نخليها رفيع على قد ما نقدر انا بحب افردها على البلاستيك علشان اقدر يلفها وتحكم فيها بسهولة استعملت هنا كيس تلاجة عادي بفتحه من الجنب وبفرد عليه العجينة بالطريقة دي بنحط قطعة من العجوة اللي شكلناها وبنحاول نساوي الاطراف وبنشيل العجينة زيادة بالشكل ده كمية الحشوة بتكون على حسب اختيارنا يعني لو حابين تكون الكمية اقل من كده او اكتر من كده دي حاجة ترجع لكم وبنبدأ نلف العجينة مع العجوة بالطريقة دي هنلفها لفة واحدة بس يعني عايزين العجينة تغطي العجوة بطبقة واحدة بس طبعا بنقص العجينة الزيادة ده وهنرجع نحشيه نستعمله مرة تانية مهم جدا نقفر العجينة على بعضها كويس علشان ما تتفتحش مننا اثناء التسوية وبرجع لفهم مع بعض لفة كمان علشان العجينة تتماسك مع العجوة بشيل الاطراف لان غالبا مش بيكون فيها حشوة كفاية وبعد كده هبدأ اقطعها طبعا تقدروا تتحكموا في حجم القطع زي ما تحبوا تقدروا تخلوها اكبر من كده شوية يعني انا عامل القطع الوحدة تقريبا من 6 ل 7 سنتي بعد كده هنغطيها بالسمسم انا بحطها في السمسم على طول بدون مقادهنها اي حاجة يدوب بس بضغط عليها ضغطة بسيطة كده علشان السمسم يلزق فيها كويس كمان بحطها في صنية الخبزة على طول مش بحتاجة حط ورق زبدة او ادهنها بالزيت او سمنة او اي حاجة تانية تاني شكل هنعمله اللي هو اسمه كعب الغزال وده بيكون العجينة والعجوة ملفوفين مع بعض بشكل حلزوني اول حاجة هفرد كمية من العجوة وهعملها طبقة رفيع جدا بفردها بين قطعتين من البلاستيك علشان ما تلزقش وقدر اتحكم فيها وفردها بسهولة هفرد كمان قطعة من العجينة تقريبا بنفس حجم قطعة العجوة والعجينة كمان لازم نفردها بسمك رفيع جدا على قد ما نقدر هحط العجوة على العجينة اللي فردناها وبفردهم مع بعض فردة بسيطة بالشكل ده شايفين لما نستعمل الكيس البلاستيك الفرد بيكون اسهل بكتير وهنبدأ نلف العجينة والعجوة مع بعض زي سطوانة بالشكل ده بلف بالراحة لكن بضغط ضغطة بسيطة وانا بلفها علشان ما يكونش فيه هوا او فرغات في النص بعد كده هبدأ قطعها زي ما قلتلكم بنتحكم في الحجم على حسب الرغبة يعني ممكن تكبروها شوية لو تحبوا انا عاملها هنا تقريبا نلقيتها على الواحدة اتنين سمتي شايفين العجينة والعجوة عاملين مع بعض شكل حلزوني حلو جدا زي ما قلتلكم التشكيلة دي اسمها كعب الغزال وكمان هغطيها بالسمسم بالطريقة دي لو تحبوا تقدروا تدهنوا العجينة مسحة بسيطة خالص من المياه او الحليب علشان السمسم يمسك اكتر في العجينة واخر شكل هنعمله النهاردة هو الارايش السادة او المنين ودي بقى بسيطة جدا هنفرط قطعة من العجينة بس المرة دي مش هنخليها رفيع اوي هنخليها بصمك متوسط يعني تقريبا بيكون ارتفاعها نص صمتي وهنبدأ نساوي الاطراف بتاعتها بالطريقة دي تقدروا تستعملوا السكينة او قطعت البيتزا بس القطعة الزجزاج دي بتديها شكل حلو اوي وهنقطعها لصوابع صغيرة بالشكل ده حاولوا ما تخلوهاش كبيرة اوي لان هي لسه هتتخمر وحجمها كمان هيزيد في الفرن فعلشان تطلع معاكم ارمشة وما تكونش تخينة اوي يعني تقريبا القطعة الواحدة بتكون بعرض صابع واحد او اتنين سمتي وببدأ ارصها على طول في الصينية وزي ما قلتلكم قبل كده مش بنكون دهنين الصينية زيت او سمنة او اي حاجة وخلي بالك لما نكون بنعمل ارائيش سادة وارائيش بالعجوة ما نحطهمش الاثنين في الصينية واحدة مع بعض لانهم مش هيخدوا نفس درجة التسوية الارائيش اللي بالعجوة غالبا بتستوي وبتاخد لون اسرع من الارائيش السادة الصينية اللي بشكلها وخلصها بغطيها بفوطة وبسيبها ترتاح 10 دقايق بس قبل ما دخلها الفرن بعد كده هدخلها فرن ساقن مسبقا بدرجة حرار 180 على الرف الاوسط هتاخد معاكم تقريبا 15 دقيقة الارائيش المحشية و20 دقيقة الارائيش السادة او لحد ما تلاقوها استويت كويس واخدت لون دهبي حلو من فوق ومن تحت شايفين شكلها حلوة قد ايه دي اول واحدة شكلناها التسوية بتاعتها ممتازة جدا واخدت لون دهبي حلوة قوي من فوق ومن تحت ومهم قوي نسبها ترتاح في الصينية تقريبا 10 دقايق قبل ما نحركها واضح قد ايه الارائيش دايبة وكمية الحشوة كمان حلوة جدا ده الشكل التاني اللي عملناه اللي هو كعب الغزال شكله حلوة قوي كمان العجينة بتاعتنا مزبوطة جدا شكلناها صحة وخبزناها صح علشان كده ما تشققتش او تفتحت في الفرن واخر حاجة بقى اللي هي الارائيش السادة او المنين ودي كمان حلوة جدا تقريبا اكتر نوع انا بحبه شايفين سمكها مزبوط قد ايه والتسوية بتاعتها كمان ممتازة وواضح قد ايه هي هشة جدا ودايبة شايفين من جوه كمان مفتحة وقوامها حلوة قد ايه عملنا النهاردة كمية ارائيش كبيرة يعني كيلو دقيق ده بيطلع معيكو تقريبا ثلاثة كيلو ارائيش دي احلى من اي حاجة ممكن تشتروها جهزة من برا واكيد دي اضمن لانها معمولة في البيت بادينا كمان اقتصادية جدا يعني لو حسبتوا تكلفة المكونات دي هتلاقوها اقلب كتير من تكلفتها لو اشتريناها جهزة حضروها للعيد بتبقى حلو قوي للفطار الصبح مع الشاي او الشاي بلبن اتمنى ان وصفة النهاردة تكون عجبتكو تجربوا الارائيش بالطريقة دي وما تنسوش تبعتولي رأيكو في الكومنس كمان لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوه لايك وشير اشوفكو على خير في فيديو جاي ان شاء الله باي باي موسيقى